برضو نرجع تاني للكواليسة الكابتن محمود الخطيب بدعم اللاعيبة قبل إن شاء الله الذهاب لملعب المباراة بتمنى لهم أكيد التوفيق وأنا على فكرة أنا كلاعب من ضمن اللاعبين السابقين في النادي الأهلي كانت الأمور دي بتفرق معي قلنا كلام ده مرة واثنين وثلاثة بس كانت بتفرق معايا معنويا جدا 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 قبل المباراة لما بشوف كمان إن رئيس نادي زي كابتن محمود الخطيب بيجي على نفسه في حاجات كتير جدا علشان يبقى جنب الفرقة فيه أصعب الأوقات على حساب حاجات كتير أنا عارفها فدي بصراحة يعني بتخليه ينزل هو كده كده لعيبة النادي الأهلي بنزل تاكل الملعب بس دي بتزود المسئولية علي شوية وأنا متأكد إن لعيبة النادي الأهلي عند حصن ظننا جميعا وهو عايكونوا فعلا على قدر المسئولية اللي احنا عطناه عليها أو بيسلم على أفشا كابتن محمود الخطيب بسلم على بيت اللاعبة ولكن نتمنى نتمنى إن شاء الله إن شاء الله التوفيق لعيبة النادي الأهلي أولا ثانيا إن شاء الله مايبقاش فيه إصابات ثالثا اللي احنا دايما بنبقى مستنيينها حتة المكسب علشان نعمل إنجاز تاريخي ونوصل لنهايي كاس العالم للأندية تكلمنا على عمار حمدي تكلمنا عشان ناوي يقفهم مع زميلهم تكلمنا عن التشكيل يجي الدور على الجهاز الفني وطريق تعامله مع اللاعبة الدولين اللي لسه جاية دلوقتي طبعا في ناس منهم أو في بعض منهم الحالة النفسية يعني بتبقى متأثرة شوية بالخسارة اللي حصلت في النهاية ولكن الجهاز الفني بيبقى له دور كبير جدا كابتن الفريق بيبقى دور ليه دور كبير جدا كابتن سيد عبد الحفيز بيبقى ليه دور كبير جدا واعتقد إن لعبة النادي الأهلي خلاص الدولين طاووا الصفحة دية لأن النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم فيه معترك عالمي كبير وبيمثل مصر وأفريقيا قدامنا إن شاء الله إنجاز تاريخي يتحقق النهاردة علشان بإذن الله بإذن الله نلعب المباراة النهائية إن شاء الله يوم السبت القادم اللي عمله فريق النادي الأهلي المباراة اللي فاتت إنجاز كبير جدا اللي عمله لعبه النادي الأهلي المباراة اللي فاتت بصراحة كلنا كنا منبهرين من الأداء يعني في الأول إحنا يعني كنا مش مشفقين ولكن قلنا يعني عندنا قوام أساسي يغيب عنه تقريبا ستة أو سبع العيد يعني أنت بتتكلم عن تقريبا فريق بجانب المصابين ولكن لعيب النادي الأهلي لما نزل الملعب كانوا عند حسن الظن فعلا لعيب النادي الأهلي لما نزل الملعب نسيوا كل حاجة وقدموا يمكن عرض من أفضل العروض للنادي الأهلي في الفترة الماضية النهاردة مباراة تاريخية النهاردة إن شاء الله طبعا أنا عارف أن المباراة صعبة إنما عندنا ثقة جديرة جدا 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 في لعيبة النادي الأهلي وزي ما قلنا التشكيل النهاردة وبرضو حقول لحضراتكم مرة أخرى علشان نكون متابعين أيب علي لطفي أيمن أشرف رمي ربيع ياسر إبراهيم علي معلول محمد هاني أليو ديانج والسولية محمد مجدي أفشا طاهر محمد طاهر وحسين الشحات واحد بقى هيقول لي هو أفشا حيلعب عالطرف ولا حيلعب قدام لتنين بتوع نص الملعب ديانج وعمر السولية وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات حيبقى فيه لمركزية ده اللي حقا